اهلا بكم في الجزء الاول من كرس الفوتوشوب. في الفيديو اللي فاتحنا قلنا مقدمة عن ايه هو الفوتوشوب وايه استخداماته. متكلمنا عن المجال وايه اللي انت ممكن تستفيده او مجالات العمل اللي ممكن يفتح لك دراس الفوتوشوب والإلستريتور والجرافي ديزاين صفحة عامة. في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ مع بعض خطوة بخطوة. اول حاجة فايلات اللي يشتغل عليها برنامج الفوتوشوب هي اي اي فايلات صور جي بيج او 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 يعني الانواع كتير قويها. طبعا هي اشعرها الجي بيج لانه حجمها صغير وجودته معقولة. اه لكن الملف الاصلي بتاع الفوتوشوب هو اكستنشم بتاعه دوت بي اس دي. هنبتدي نفتح البرنامج مع بعض. طبعا انا نقول كمان زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان اللي هنستخدمها اه انا بستخدم الفين وخمستاشر سي سي الفين وخمستاشر. اه ولكن لو حد عنده فوتوشوب سي اس ستة برضو يعني كويس. مش مش لو جاهزوا يعني ما استحملش حاجة قيلة شوية. لو انت مش مش شايف الاكستنشن بتاع الفايلات دوت كزا دي. اه لو عندك مختفية. اه روح على لو انت لو انت ويندوز ايت وعلى فيو. بعد ندوس على اوبشن. دوس على change folder and search options. هيتطلع لك اه الكلام ده. ندوس على فيو. هتلاقي هنا hide extension for known file طيب. لو هي معمولة عندك عليها صح. يعني ما عملها هتخبيها. لا اشيل تشيك مارك دي. اشيلها. والاوكي هيظهر لك الاكستنشن بتاع الفايل بتاعك. ده مهم طبعا لان انت كل اكستنشن آآ بيفرق على حقا في في خصائص معينة لكل نوعا من الصور. لو انت عايز تفتح الصورة في كزا طريقة. الملف اللي عندك بتاع اصلا فوتوشوب آآ دوت بي اس دي. فانت كل اللي عليك ان انت تعمل عليه double click وهو هيتفتح بالشكل ده زي ما نفتحته. آآ طيب لو هو ملف آآ جي بيج مسلا او اي نوع من الصورة وانت عايز تفتحه من فوتوشوب بتعمل ايه? لو الفوتوشوب مفتوح اصلا تاخد الصورة دي. تعملها drag تشدها كده وتروح تحت نحية الفوتوشوب المفتوح. ما ترميهاش في نص الصورة وإلا هتحطها كليار تانية جوا صورة لا روح فوق خلص هنا. واسيبها بالشكل ده. وهي هتفتح لوحدها هتفتحت ايه بالشكل. آآ او طريقة تانية ان انت تروح على فايل وتعمل اوبن وتروح على مكان الصورة اللي انت عايزها تعمل عليه double click وتفتحها. آآ في طريقة كمان آآ محلوة وهتنفعنا بعدين في ان انا آآ عايز ابروز الملفات اللي هفتحها يعني مسلا في ملفات هاي عندي في ملف في صورة وفي ملف آآ بتاع فوتوشوب. انا مش شايف لجواه. ما عرفش شكل الجوه الملف ده ايه. احيانا بحتاج اعرف شكل الحاجات عشان اختر منها. بروح على فايل وادوس على حاجة اسمها براوز البرج. ده برنامج تاني آآ بيجي مع الفوتوشوب بيجي معا يعني بلت ان وادوس عليه هيفتحوه. آآ دي ملفات آآ سواء آآ ملفات فوتوشوب او بيورين لجواها. يعني وورين جوا الملفات دي في ايه? في حين انا لو آآ بشوفها جوا الفولدر العادي بشوفها بالشكل ده. اللي هي الشكل الازرق ده. مش عارف ايه لجواها. لكن لو عايز اتفرج على جواها آآ بشوفها في البرنامج ده. هو برنامج مهم ومفيد جدا. آآ هنعرف فايدوته بعدين كمان. آآ ولو عايز يعني آآ آآ افتح اي ملف من دول. بضعب عليه. كاني جوا الويندوز عادي جدا يعني. آآ طيب. الحاجة اللي بعد كده ان انا ممكن افتح كزا صورة آآ مع بعض. آآ سباق صورة عادية. يعني صورة ممكن اخذها كده. ويقرميها في البرنامج. افتحها. آآ ممكن افتح كمان. واحدة تانية زي دي. او هنلاحز ان فوق كل آآ كل صورة مجيب من دي مفتوحة وموجودة وانفصل عن التانية في ويندوز الوحدة. آآ ازاي آآ ابدل بينهم من فوق. اطلع فوق هنا. هدوس عليها كده كل ما بكليك على واحدة او بحول ما بين الصورة والتانية. معلش يعني انا هستعمل يعني احيانا بعض مصطلحات آآ انجليزي. الموضوع بسيط جدا. آآ بس يعني انا مضطر استخدم بعض المصطلحات دي لان اولا آآ وجهة البرنامج كلها آآ بالانجليزي لازم نتعاول عليها آآ واي حد ان شاء الله في الكورس بعد كده الناس اللي بتحضر ما يعني ما يتكسفش يسألني اي اسئلة بالتفصيل آآ بس احنا الناس اللي عندها اللغة يعني ضعيفة شوية. الموضوع شوية شوية هيبقى سهل جدا. والمصطلحات تاعت الفوتوشوب والجرافيكس هي بتتكرر وبسيطة وسهلة. بالاول ممكن تبقى الموضوع الاخبط شوية. لكن احنا واحدة واحدة هن كل كلمة هنقولها بالانجليزي هنقول ايه معناها بالعربي. عشان الناس اللي اللغة عندها يعني آآ زائد ان انت كده كده لازم تعرف الحاجات دي. عشان الشغل بتاعك هيكون كده. وخصوصا لو اشتغلت فريلانسر تتعمل معك جانب اطلوبوا انك الطلبات آآ بتاعت الشغل طبعا وهيتكلم معك بالانجليزي. مش لازم تبقى يعني لغتك كويسة جدا. هي في الاخر المصطلحات تاعت الجرافيكس هي محدودة. لكن آآ شوية شوية هنتعود عليها معرفة مع بعض. فبنبدل ما بين الويندوز اللي فيها الصور بان انا اكليك عليها. في اوبشن تانية آآ لو انا عايز اشوف الصور دي مع بعض. اروح على ويندو وبعدين ارينج وبعدين تلاقي فيه فلوت اول ان ويندو. الشكل ده ممكن آآ امسك كل واحدة واحدة هي واشوفهم آآ مع بعض. ممكن اغير الشكل ده يعني ويندو ارينج ممكن اخليهم مثلا هما ثلاثة بالشكل ده. او او هوريزونتل او يعني باي شكل انا انا عايزه لو عايز رجعهم تاني يدوس على تكون صولي ديت اول تو تابس. هاي كده كلهم رجعوا تاني كل واحدة فكنا انا انا بفضل ده. ما محتاجش يعني التانيين اللي نادر جدا لكن غالبا بستعمل الترى دي. آآ ليه ما هنحتاج نفتح كزا صورة جامعة بعض لا اسباب كتير قوي. ممكن اخد او جزء من صورة واعمل كوبي واحطه في صورة تانية. هنشوف كلام ده مع بعض ان شاء الله بالتفصيل. لما احنا بنفتح الفوتشوب لأول مرة يعني بيكون لسه متسطب جديد. الفجن اللي عندي دي متسطب جديد. بيكون ده شكل البرنامج. نشوف كلنا غالباً اللي عنده يعني سيسيه الفين وخمساشرة يشوف نفس الشكل ده عندي لما يفتح الفيضات دي. الجزء اللي على الشمال ده اسمه تول بار. ده فيه الادوات اللي احنا مستخدمها. ادوات السليكشن والقص واليعني الرسم كل تول زي على الشمال. طبعاً ده باستخدمه كتير جداً طول الوقت. آآ في الجزء العلمين ده. في كزا بانيل. مسلاً في سواتش بانيل. اللي هي بلتة الاروان. في ستايلز بانيل في جس منت بانيل. آآ فيه طبعاً اهم بانيل هنا هي اللير. آآ اللي فيها طبقات الصورة بتاعتي. آآ انا عايز دلوقتي اوحد الشكل بحيس الشكل اللي عندي يبقى هو الشكل اللي عندكم. يعني ايه اوحد الشكل. يعني فيه هنا آآ بانيل اي بانيل من دي. انا له مش عايزة. مش باستخدمها زي ليبراري دي مسلاً مش باستخدمها. آآ قبل المناسبة اللي ستاختم آآ آآ تانية الفي ماربعتاشر او سيسي هلاقي فيه بعض الاخترافات. بس مش مشكلة. احنا هنينوحد الموضوع. هنخلينا آآ منشوف نفس الشكل عشان نعرف نكمل الكورس مع بعض. لو نعايز آآ الغي ال Bernl دي. ممكن امسكها. اعمل قليك وشدها كده. ونجيبها ممكن اقفلها لو عايز. ازاي رجع مكانها بمسك وقرب على النقطة اللي كنت فيها. لما بلاقي العلامة الزرقان دي لو سبت هتدخل مكانها. ممكن امسكها وشدها على الشمال واغير وضعها بالشكل ده. او ممكن اي ممكن امسكها وشدها واجبها هنا على الشمال زي ما كانت. ممكن اعمل كليك يمين واعمل لو انا مش محتاجها خالص. طيب لو انا يعني غلط وعملت لوحدة انا محتاجها. انا اعمل ايه? خلينا مسلا دي مهمة. لو انا عملت قفلتها كده. ضعت مني مش شايفها تاني. اجابها تاني ازاي? اه في كزا طرية. اهمهم ان انا بدوس على ويندو. واروح على دي كان اسم البانل بتاعتي. وبدوس عليها. اظهر لي تاني في نفس المكان اللي كانت فيه. ممكن اغير مكانها طبعا. طيب تعالوا نرتب البانلز دي بطريقة في حيث ان احنا نكون مع بعض. دي مسلا حاجة اسمها انا مش عايزها. ممكن امسكها كده من عند الشرطة دي. شدها بره. واعدين قفلها. اه اول حاجة فوقه خالص. حاجة اسمها هستوري. هناخد بتفصيل يعني هنشح طبعا بتفصيل ايه كل واحدة ايه هي وبتعمل ايه. بس خلينا الاول يعني نرتبهم مع بعض. اه همسك دي. اشدها من هنا. من عند التاب بتاعتها. واحطها فوق مع هنا. هيبقى عندي. اه في التاب دي صغيرة تحتها بعد كده هروح اه على ويندو. تلك عليها. ادور على حاجة اسمها نافيجيتور. طبعا هي الليستة دي مترتبة جديا. الرقم وبعد كده الالفابيتيكل. اه هنزل تحت على نافيجيتور. كليك عليه هيطلع لي. العلامة دي. بقى امسكها. وانزل تحت واحطها هنا. البانل الجزء البارل رفيع ده. اللي ممكن امسكه واعرضه بالشكل ده. بحيس يبقى مكتوب اه اسم كل بانل من دي جنبها. بدل العلامة رمز. بس يعني عشان ما ضيقش المساح اللي انا بشتغل فيها انا عايزة فوق كبيرة. فانا يعني افضل اخليها كده. واحنا بعد مع الوقت هنحفظ آآ كل شكل وانت لما بتقف عليها كده بالماوس. هي بتعرض لك الاسم بتاع الحاجة اللي جواها. فانت على ما تحفظ هتلاقي اسمها بس مش عايزين نكبر الممكن ندوس هتلاقوا فيها علامة آآ ساهمين صغرين قوي لو دوست عليهم هيكبر لي البانل ويعرض لي لجواها. انا مش عايز كده عشان برضو ما ضيقش للموضوع. ارجع اكليك عليه تاني عشان صغرها. آآ هنخلي فيه بس البانل اللي علمين دي مفتوحة كبيرة والبانل دي صغيرة. دي الحاجات اللي هنعوزها يعني كتير كل شوية. هنعوزها فاخليها جنبنا عشان نستخدمها. لو انا عايز ابدل واحدة مكانة تانية. مثلا عايز التنزل تحت. امسكها من عند الشرطة دي. واشدها. طبعا لو طلعتها بره هتنفصل. لو عايز رجعها بروح حين لغاية تمتديني علامة زرقة. علامة زرقة صغيرة هي. لو سبتها. علامة زرقة معناها انه اللي مما سيبها هتدخل بوها البرده. آآ بروح تاني على ويندو في بانل تانية اسمها انفو. يتديني معلومات عن آآ آآ شوية معلومات مهمة انا هعاوزها. آآ هتلاحظوا ان هي نزلة اوتوماتيك آآ تحت الادجسمنت والبروبرتيز بانل. آآ ده عادي يعني هو ده مكانها الطبيعي بايد فولت. وبتفتح لي كده اول ما بتنزل فلا لو عايز اقفلها بكليك عليها. على كلمة انفو دي وهي بتختفي تاني. بعد كده بروح على ويندو. وبدهور على كلمة براش. براش طبعا يعني فرشة. كليك عليها. هتفتح لي حكتين مع بعض براش وبراش بريسيت. الفوتوشوف طبعا فيه فراش للرسم. تستخدم سواء في الجرافيك ديزاين او في الناس اللي عايزة ترسم رسم حر زي ما انا وردت قبل كده. طبعا دي قصة طويلة هنشرحها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. آآ خلي آآ هكليك عليها. عشان تختفي. دي الفرش هاي. هاخد ده بس انا مش عايزة بقى فوق كده. عشان يعني هي مش مهمة قوي. هنزلها تحت. خليها. بعدين عايز حاجة اسمها كلون آآ سورس. معلش ما تقلقوش الخطوة دي رخم شوية. بس هي خطوة تنظيمية مهمة جدا. عشان بس يبقى وجهة البرنامج عندي زي عندكم. فلما دي نشتغل ما يبقاش في لخبطة. الكلون سورس ده دوس تعليق اهو. فتح ليه هنا. انا بس مش عايزه بقى لو واحده كده. همسك دي. وعايز احطها مع القائمة بتاعة الفرش. لو انا مسكته كده هيطلع مرة لو مسكتها هنا. لو حطيتها هنا. هتتحط لوحدها. لان عايزها تبقى في نفس القائمة مع الفرش. بامسكها تاني. وباروح هتلاقوا قائمة الفرش ازرقت. اسيبها جواها. ممكن غير ترتبة. انا ممكن نزل تحت شوية. اي. اي ترتيب انا عايزه. على فكرة مش لازم الترتيب اللي عندي يبقى زي اللي عندكم. يعني مش لازم بالزبط. يعني هميني بس للنفس البانيل اللي انا فاتحها تبقى موجودة برضو. يعني يبقاش في باني اللي عندي مش عندكم. لكن يعني لو فرقت فرق بسيط في الترتيب مش مشكلة. بعد كده بروح على القائمة تاعة character. آآ طلعي character مع الparagraph. كليك عليه بس هنزله عشان ينزل تحت. طبعا character دي بعليها الحروف وده اوبشا مهم جدا ان هستخدمه كتير بعد كده في الكتابة وفي اللعبة بالحروف. بعدها هروح على حاجة اسمها paragraph styles. كليك عليها. دي براجراف بس. هي سورية كدما بتوحها بروح على ايه يعني خليوها في مكانها او نزل. يعني افضل ان نزلها تحت لده مش مهم قوي. بس هنعوزها بعد كده. بعدين بجيب حاجة اسمها آآ هي فيه ايه. خليها برضو تحت. آآ بعدين اخر حاجة اسمها تول بري ست. آآ خليها تنزل تحت. مش كايزا درازي. آآ اللي هنعملو بعد كده هنآ هنوسع بس الجزء بتاع اللير بانيل ده يعني لو انت روحت بالماوس هنا. او في ايه جزء يعني لو انت على فكرة في آآ سي اس ستة اعتقد مش هشوف ال style. ال style دي خدها مش عايزة هنا. انا اخدها نحطها. مسلا مع ايه حتة ممكن تحت خلص. آآ ممكن البانيل دي لو مشيت بالراحة كده وجيت في الحتة دي هلاقي علامة سهمين. لو مسكت مسكت السهم ده وشدت هلاقي اللير دي بتوسعها. انا عايز اكتبسعها شوية عشان الاسم بتاع اللير ده ما يختفيش او ما يتقطعش. لو عملت الدابل تلك على اي آآ بانيل من دي مسلا دي اسمع سواتش دابل تلك كده هتلاقوها بتظهر. عملت الدابل تلك تاني بتختفي بتظهر يعني. لو عايز اصغرها انزل تحت كده هلاقي علامة سهمين. همسكها وشدها الفوق. خليها كده يعني مش محتاجها تبقى. دي بتاع الكالر. ودي بتاع الاسواتش. طبعا اي اختلافات في سي اس ست هتلاقو دي شكل مختلف شوية بس في الاخر هي الكالر يعني مش هتفرق مش مشكلة الشكل عامل ازاي. المهم ان هي دي بتاع الالوان. ودي بتاع البلتة الالوان. تحت هنا عايز دي تبقى لير. دي تبقى الشانل. ده يبقى الباث. ده الشكل اللي ان شاء الله هنشتغل عليه معظم آآ بقية الكورس بتاعنا. الشكل ده آآ اسمه وورك سبيس. وورك سبيس يعني الشكل البرنامج اللي انا هنشتغل عليه. لو طلعنا فوق هنا في حاجة اسمها لو دست عليها آآ هتلاقو آآ ان انا ممكن اعمل حاجة جديدة لو دست عليه آآ هتلاقو ان انا ممكن اغير الشكل كل واحد مسلا يسميه باسمه. سميه انا مسلا شريف. واعمل سيف. طيب ايه لازمت الخطوة دي. آآ لو حد غلط او عايز يرجع للشكل الاولاني بيعمل ايه ممكن يطلع فوق هنا. ويروح يجيب او يبقى خلي بالك وهتلاقو في آآ كزا شكل مختلف يعني مثلا ستري دي. طبعا مش كل الناس عندها ستري دي لازم عندك آآ هتلاقو هنا في اوبشن بتاع ستري دي ده. آآ ده مش كل الناس هيكون موجودة عندها لازم يكون عندك كارت الشاشة قوي. يعني انا عندي جي فورس آآ يعني انفيديا آآ جي تي اكس فا آآ فهو عشان كويس ففي حاجة اسمها او بين جي ال لازم الكارت الشاشة اللي عندك يكون بها دعم او بين جي ال عشان يظهر لك الاوبشن ده وتقر تشتغل عليه. آآ لكن هو مش مهم يعني مش 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 هنتم بيد دلوقتي. آآ حتى لو دي مش عندك فمش مشكلة. لو دي رحت ثانية على وركس بيسز وعملت موشن. هتلاقو الشكل البرنامج اختلف. لو دست هنا ودست آآ باينتنج. هتلاقو آآ شكل مجهز للعايز يرسم للرسامين بالفراج من بتاعي يعني آآ يعني اشكال بتختلف. هتلاقو هنا اللي انتو سيفتوه اللي هو عندي انا شريف او باسم كنت ري ما دست عليه هنرجع تاني للشكل المعتم بتاعنا آآ ممكن ادوس هنا وما ادوس اسنتيال. هو هو آآ اسم شريف. لو انا عايز ارجع للشكل اللي اعمل وارجع للشكل الاولاني خلص بعمل ايه? مندل تحت هنا وادوس على اسنتيال. رجعني هنا للشكل بتاعي. لو روحت هنا عشان كده انا سيفت الورك سبيس اللي انا عملته خاص به. يعني فيه جهزة. عشكال جهزة للبرنامج. تناسب اللي انت عايزه. او ممكن انت تعمل حاجة خاصة بيك بترتاح فيها. وتبتلت تشتغل عليها ده. عشان كده احنا سيفناه. آآ عندنا. آآ على فكرة فيه الناس بتشتغل بطرق غريبة. يعني فيه مسلاً آآ ناس بتشتغل والبانل اللي حوليها كده. بالشكل ده. حط اللي هي فيها. فيه ناس بتحب الهيستجرام قوي. حطوا هناك كده ممكن. بشتغلها كده وبدوز عليها وبدوز عليها علامة السهمين الصغيرين دول. خطي البرلج بالشكل ده. تفتحها. فيه ناس بتحب تشتغل بالشكل ده. بس طبعا ده شيء شخصي. يعني كل واحد يشتغل بالشكل رايحه. طبعا احنا لو انت لعبت فيها كده فا. آآ لو عايز ترجع تاني موضوع المنتهى السهولى. ارجعها تاني اماكنها. معايش تستحمله الجزء الاولاني ده ممكن يبقى يعني مميلي شوية بسهو في المنتهى الاهمية. آآ عشان ترتب الموضوع وترتب امرتاح بعد ترتب الموضوع. ارجع تاني الهيس طبعا ممكنه. انا.